هي إجراءات لمشتملة هي بصراحة معقدة جدا وبتاخد وقت طويل جدا 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 على ما الشخص بيقدر أسرته تسيجي هنا لأن السفارات بتشتغل بطريقة بطيئة بشكل مش عادي فالأسف الإجراءات بتطول جدا بس لو حنقول فيه إحنا قلنا نوعين فيه النوع اللي هو عن طريق الماجسترات 35 اللي هو بتاع عقد العمل اللي هو بتاع عقد العمل أو بتاع اللي إحنا قلنا أغلبيته على عقد العمل غالبا أو القاصر اللي بعد ما دخل النمسا بعد ما خد اللجوء بعد ما خد اللجوء عدت 18 فبيعمل عن طريق الماجسترات في إما الحالة دي إما الحالة دي الماجسترات فينا إن إحنا الماجسترات بتاخد وقت طويل جدا في ناس ما قدمها بقالها 3-4 سنين وما جالهاش رد بس إن إحنا عندنا فينا إن إحنا نقدم شكوى استعجال للأمور من أول ما بقدم أنا لو حد ما قدم عن طريق مكتب محامي فيه إن هو يساعده بالإجراء ده أو يسأل مين يقدر يساعده فيه بعد 6 شهور من تاريخ تقديم العقد بالصفارة من تاريخ تقديم عقد لم الشمل بالصفارة الشخص من حقه إن هو يقدم شكوى على الماجسترات دي بتسرع له الإجراءات بتسرع الإجراءات كتير اللي هو تقديم العقد في الصفارة إساي هو بيقدم الورق هنا في الماجسترات والعقد بيروح الصفارة ولا لا 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 الإجراءات ما بتتمش كده إذا عن طريق عقد عمل إنسى القاصر دلوقتي واحد عن طريق عقد عمل هيقدم الأول شيء بيقدم أنتراج في الصفارة يقول مثلا أنا عايز أجيب شريك زواجي هيجي هيجي فهو بيقول له أوكي هو بيشيل الملف وبيحوله على الماجسترات تمام وبعد كده بتبدأ من هنا الإجراءات يبقى يقول له بقى الشروط ويطلبوا منه أوراق العقد العمل يطلبوا منه عقد البيت من تاريخ التقديم ده ست شهور بالضبط إذا ما فيش ست شهور إحنا بنقدر نقدم له شكوى الشكوى دي بتعجل الأمور سريعة جدا ده بالنسبة لعقد العمل النوم التاني بقى لهو عن طريق اللجوء والبيئة فأو وهكذا تمام ده فينا كمان إن إحنا بعد ست شهور نستعجل الإجراءات بس الساعات بتبقى سريعة قوي وساعات كمان ما بتبقى سريعة قوي يعني أنا عندي ناس مقدمين عن طريق المكتب عندنا على لم شمل في ناس خلصوا في ست شهور وصارهم قبلت وخلصوا جم وفي ناس دلوقتي بقى لها فوق الست شهور ويمكن دخلوا على سنة ولسه مخلصوش بس فينا إن إحنا بنستعجل بإيميلات للصفارة وهكذا